هنأ رئيس البرلمان العربي عادل العصومي الرئيس السيسي وحكومته وبرلمان وشعب مصر بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو وقال العصومي أن ثورة الثلاثين من يونيو حفظت لمصر مكانتها العربية والدولية وأعادتها إلى مكانتها التي تستحقها باعتبارها رمانة ميزان المنطقة وأشهد العصومي بالإنجازات التي ترتبت عليها هذه الثورة الخالدة والتي أسهمت في بناء جمهورية مصرية جديدة ومرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والعطاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي من أجل تحقيق التنمية المنشودة ومواجهة كافة التحديات وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو أسهمت بشكل كبير في إنقاذ مصر والمنطقة برمتها من الفوضى والانهيار ترجمة نانسي قنقر